مرحبا جميعا وأهلا بكم في فيديو جديد في فيديو نارضة ان شاء الله هشارككم مجموعة من الأعمال اليدوية والأفكار اللي تقدروا تعملوها علشان تزينوا غرفتكم أو تزينوا البيت بتاعكم بأجواء خريفية لطيفة جدا وأفكار كلها سهلة وبسيطة اكتبوا لي تحت في الكومنس ايه هو أكتر فصل في السنة بتحبوه وقبل ما نبدأ في فيديو نارضة لو انكم مهتمين بالأعمال اليدوية اعادة التدوير والنصايح اتأكدوا منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ويلا بينا دلوقتي نبدأ بالأفكار اللي معانا في فيديو النهاردة لأول فكرة هنكون محتاجين لبرواز أول خطوة هنعملها هي ان احنا هنفك الظهر بتاع البرواز او قد بيكون تقيل شوية ما من دونهرش نعمله بأيدينا فاستخدموا مثلا المقص في انكم تفتحوا البرواز بعد كده هنسيب الظهر بتاعه على جنب وهنقفل البرواز على الإزاز بس الخطوة اللي بعد كده طبعت شكل اليقطينة بما ان هي واحدة من الحاجات اللي بتدينا أجواء خريفية وبعد كده حطتها في ظهر البرواز وسبتها باستخدام اللزء السلوتاب الشفاف دلوقتي استخدم ألم مش بيتمسح وحبدأ اني أمشي على الشكل بتاع اليقطينة كلها مشيت على الرسمة بتاعتي مرتين باستخدام الألم علشان أتأكد ان الخطوط كلها تكون لونها واضح وزي ما قلت لكم استخدمت ألم مش بيتمسح وتأكدوا انتو كمان تستخدموا ألم مش بيتمسح ودي بقيت النتيجة النهائية بعد ما خلصنا البرواز الفكرة بسيطة جدا ومش هتاخد منكم وقت والحلو انكم تقدروا تعملوا أي شكل تاني انتم حابينه على البرواز بتاعكم للفكرة التانية فاكرين ظهر البرواز اللي قلت لكم من شوية ان احنا هنسيبه على جنب دلوقتي هنعمل بي الفكرة بتاعتنا طبعة الشكل ده وحسيت ان هو هيكون لايق مع الثيم بتاع الحاجات اللي احنا عايزين نشتغل عليها النهاردة اخدت نفس الحجم بتاع الظهر بتاع البرواز على الورقة وقصيت الزيادات وبعد كده لزقته باستخدام صمغ الورقة على الظهر بتاع البرواز دلوقتي فاضل حاجة واحدة بس اضفها علشان يكون العمل بتاعنا جاهز هنكون محتاجين خيط ويفضل ان الخيط يكون تخين شوية مش ما من نوع بتاعه بس نوعه يكون تخين شوية وبعد كده هنلفوا حوالين البرواز بتاعنا وهنسبتوا باستخدام التيب من وراء دلوقتي استخدموا مشابك صغيرة ويفضل ان هي تكون باللون البرتقالي علشان تليق مع الثيم اكتر ودلوقتي بقى عندنا لوحة صغيرة نقدر ان احنا نعلق عليها قائمة المهام بتاعتنا المهام اليومية او المهام الاسبوعية او حتى ان احنا نعلق صور لها علاقة بالخريف زي ما انتم حابين نقدر ان احنا نقول ببرواز واحد قدرنا نعمل فكرتين للفكرة اللي بعد كده هنصنع مع بعض يقطينة باستخدام القماش هنكون محتاجين قماش لونه برتقالي يفضل طبعا ان هو يكون لونه برتقالي علشان يدينا شكل اليقطينة اكتر ولكن تقدروا طبعا تستخدموا اي شكل قماش انتم حابينه هنحط حاجة دائرية في نصف القماش وبعد كده هنرسم دائرة كبيرة حواليها مش لازم تكون مظبوطة اوي المهم ان يكون فيه شكل دائرة حوالين الشكل اللي احنا حطينا او الحاجة الدائرية اللي احنا حطيناها في النص بعد كده هنبدأ ان احنا نقص الدائرة اللي احنا نسمناها بالقلم الرصاص هنقصها كلها ودلوقتي هنكون محتاجين لخيط وابرة هنحط الخيط بتاعنا فيه الابرة وحنخلي طرف يكون فيه الخيط قصير والطرف الثاني فيه الخيط طويل والخيط الطويل ده هنربطه ربطة صغيرة من تحت دلوقتي هنبدأ نمشي حوالين الدائرة بتاعتنا كلها باستخدام الخيط والابرة هنبدأ ان احنا ندخل الخيط والابرة بالشكل ده اللي قدامكم في الفيديو مش لازم خالص الخيط بتاعتكم تكون مرتبة او ان هي تكون منظمة المهم ان احنا ندخل الخيط والابرة حوالين الشكل بتاعنا اللي هو الشكل الدائري اللي احنا قصنا لما نوصل لاخر جزء فيه القماشة بتاعتنا هنمسك الخيط والابرة بتاعتنا وهنبدأ ان احنا نشد الخيط بالشكل ده بحيث ان الشكل كله يتلم على بعضه بالشكل اللي قدامكم في الفيديو دلوقتي هنكون محتاجين لي قطن وممكن انكم تاخدوه من اي مخدة قديمة عندكم وهنبدأ ان احنا نحط القطن جوه الشكل اللي احنا عملناه لحد ما يتعبى كله بعد ما نكون راضين عن كمية القطن اللي احنا حطناها هنبدأ ان احنا نشد الخيط بتاعنا كويس جدا وهنستخدم الخيط والابرة في اننا نقفل الخياطة بتاعتنا عشان الخياطة ما تتفكش كرروا الخطوة دي تمرتين علشان تتأكدوا ان القياطة بتاعتكم مقفولة كويس بعد كده هنقص الخيط الزيادة واخر اضافة هنضفها علشان شكل اليقتين يكون جاهز هو عود ارفة ممكن انكم تستخدموا عود خشب من مثلا الحديقة عندكم من اي شجرة ممكن انكم تاخدوا عود صغير وتحطوا ولكن خيار سهل وسريع هو ان احنا نحط عود ارفة نقدر ان احنا نلاقيه في المطبخ عادي هنحط سمغ فيه النص وحوالين العود بتاع الارفة وبعد كده نحطهم فيه النص ونضم الشكل كله مع بعض علشان يطلع معانا الشكل النهائي بالشكل ده ممكن انكم تضيفوا مثلا زي ورقة شجر صغيرة باللون الاخضر هيكون شكلها لطيف جدا الفكرة اللي بعد كده اضافة بسيطة ولكن هتفرق كتير صممت لكم التقويم ده تقدروا انكم تطبعوه عن طريق الرابط اللي موجود فيه صندوق الوصف اضغطوا عليه وبعد كده نزلوه واطبعوه عندكم انا عن نفسي حبيت اني اطبعه بحجم صغير فطبعته بحجم الـ A5 وانا بدخل الاعدادات بتاعة الطوع اخترت انه هو يكون بحجم الـ A5 حبيت اضيف له اضافة بسيطة من وراء وهي جزء من الخيط او قصيد جزء من الخيط وبعد كده ثبتوا بالتيب الشفاف من وراء علشان يكون فيه زيت علي الصغيرة اقدر اعلقه في اي مكان انا عايزة زي ما قلت لكم رابط تحميل التقويم هيكون تحت فيه صندوق الوصف اتأكدوا منكم تشيقوا عليه للفكرة اللي بعد كده حنعمل اعادة تدوير للبطرامان ده اتبقى معايا شوية قماش من اليقطين اللي احنا عملناه من شوية فجبت البطرامان وبدأت اني اقص القماش ده فيه قطع صغيرة بشكل عشوائي كل شكل غير التاني او كل قطع شكلها غير التاني المهم انه هو يتعبى كله باللون البرتقالي علشان يكون لايء مع الثيم بتاعنا هسيبه دلوقتي على جنب وهبدأ ان انا اشتغل على الاجزاء التانية بتاعة الفكرة دي طبعت مجموعة من الصور اللي ليها علاقة بالخريف وبدأت اني اقص كل شكل لوحده مش لازم تطبعوا صور ممكن انكم ترسموها بنفسكم بعد ما خلصت الكمية اللي انا عايزاها هنكون محتاجين عود خشب زيدة قصيته ليه تلت قطع او قصيت تلت قطع منه واحدة طويلة واحدة متوسطة واحدة صغيرة علشان الاشكال بتاعتنا تكون الاحجام بتاعتها مختلفة الخطوة الاخيرة هي ان احنا نسبت الاشكال بتاعتنا على الاعواد الخشبية باستخدام التاب الشفاف او اي صمغ تاني انتم حابين انكم تستخدموه وبعد كده هنحط الاشكال بتاعتنا في البطرمون اللي احنا اشتغلنا عليه من شوية وده بقى شكله النهائي الحلو في الفكرة دي ان هي يعني نقدر ان احنا نعملها في اي موسم من المواسم باي اشكال احنا حبينها حتى ممكن ان احنا نرسم الاشكال بنفسنا مش لازم ان احنا نطبعها اخر فكرة ملهاش علاقة بالدكور ولكن حبيت اني اشارككم الفكرة دي فاكرين من شوية لما جينا اشتغلنا على الظهر بتاع البرواز واستخدمنا الورقة دي اتبقى منها جزء ففكرت في انه الموضوع يكون لطيف جدا لو اني عملت بيه حاجة قصيت جزء منها بشكل مستطيل وبعد كده غلفتها من وراء ومن قدام باستخدام التاب الشفاف العريض وبعد كده بدأت ان انا قص كل الزيادات اللي حواليها خرمتها فوق باستخدام القرامة وبعد كده دخلت فيها خيط صغير من فوق علشان نصنع فاصل كتاب بطريقة سهلة جدا وحرفيا مش هياخد منكم وقت دي كانت الافكار اللي حبيت اني اشاركها معاكم في فيديو النهاردة لو طبقتم اي حاجة من اللي احنا عملناها نزلوا تطبيقاتكم على حساباتكم في انستجرام او تويتر واستخدموا هاشتاغ تطبيق الاعمال نوريتا علشان اقدر اشوف التطبيقات بتاعتكم وادفعل فيها والحد ما شفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله كنوا بخير وإلى اللقاء شكرا 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 شكرا